السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة عين المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم والجزء الرقم 9 من الشبطة السابع هنتناول الـ Inverse River Rule وهي القاعدة التي نستخدمها في حساب الفيزيس والأمونت الفيزيس مبدئيا تعتمد هذه القاعدة يمكن احنا أفكركم بشيء بسيط يمكن فيه لعبة بسيطة جدا كلنا نفتكرها من خلال دراستنا للديناميكا والستيكا لما يكون عندي لوح مسبت على الصبورت في النص بالمنظر ده وحطينا هنا وزن في المكان ده ونزل هذا الوزن فإنه هيكون تأثيره في الجهة المقابلة ويكون برفع هذا اللوح أما لو حطينا وزن الناحية الثانية فإنه هينزل من هذا الأهل اللوح هينزل في هذا الاتجاه ويكون تأثيره يرفع اللوح من الناحية الثانية أي تأثيره تأثيره من الناحية العكسية وهذه هي قارة الروافع طيب تعالوا نشوف دلوقتي لو أنا عندي سبيكة معروف نسبتها دي إيه وعاوز أعرف الفيزيس عند amount of phases والamount of phases بتاعتها شكلها إيه هنقول النظر بتاعها وبعدين نبدأ نطبع على examples من دمين الexamples اللي احنا بنتكلم عنه أول حاجة certain alloyed row vertical line as a phase diagram يبقى عندي phase diagram المختلف مثلا أدي مثلا كأن ده phase diagram مختلفة هو أنا هعمل إيه عنده هبدأ أعمل زي ما أنا هوريج دلوقتي فرضنا أن أنا أدي مثلا ده A و B هاخد عندي سبيكة فليكن مثلا 80% A 80% A هتكون موجودة هنا هذه 80% A هاخد عندي السبيكة اللي أنا عاوزها دي خط رأس أهو تمام بعد كده add certain temperature the horizontal line as a phase فرضنا أن أنا عاوز أخسب عندي T1 اللي هي هنا هاخد عندي T1 خط إيه خط إيه خط أفك طيب تمام the two previous line will be intersected الاثنين هيتقاطعوا هنا في النقطة دي تمام يبقى نقطة تقاطعهم هتحدد للphase يبقى أنا عندي phase 1 عندي عندي النقطة دي اللي إيه لو فرضنا نده liquid يبقى ده liquid زائد إيه وده liquid زائد بي وده هنا إيه زائد بي يبقى الفيز اللي عندي liquid زائد إيه تمام هتقاطع في نقطة هسميها واحد طيب خلاص كده تمام وبعدين هعمل إيه ولو كانت نقطة التقاطع دي فيز واحد يبقى أمام إيه في المية طيب من نقطة التقاطع همشي جهة اليمين لغايز لما يتقاطع مع أول كربي أبني وسمي النقطة دي اتنين وانزل من نقطة اتنين بخط رأسي هيديني هناك composition وليكن مثلا 70% إيه تمام وارجع تاني نقطة التقاطع وامشي جهة اليسار لغاية لما أقطع أول كربي أبني وانزل بخط رأسي وسميها واشوف النسبة هنا هتقاطع 100% مثلا طيب هعمل ايه تاني دلوقتي انا دلوقتي عاوز اعمل ايه اول from the point انترسل خلاص انا مشيت ناحية الشمال وجبت النقطة دلات the amount of phase add the left hand side طيب من ناحية الشمال يبقى نقطة ال hand side هي كما عندي لو انا عاوز اجيب هنا نسبة الايه نسبة الايه ادي الايه ناحية الشمال يبقى تأثيرها ناحية اليمين يعني اجيب ايه اجيب نسبة واحد ناقس اثنين على نسبة واحد اثنين ناقس ثلاثة يعني اشوف الcomposition عند واحد كام والcomposition عند اثنين اترحم من بعض واروح اسهمهم عند الcomposition ثلاثة ناقس ايه الcomposition عند اثنين اروح جايب نسبة الايه الايه مثلا تمام ادي الفيز الاولاني جبته طب والفيز التاني اجيبه ازاي اشوفه هنا تأثيره فين ادي الليكو ده وبالتالي اشوفه ايبقى هو هيأثر بما ان الليكو ده هنا ناحية الاخوة يليمين يبقى تأثيره ناحية الشمال يعني معنى كده تأثيره هو يبقى فين يبقى واحد او تلاتة ناقس واحد على تلاتة ناقس اثنين يعني يبقى عندي نسبة الليكو دها تلاتة ناقس واحد زي ما انا كتابها هيomen ايه يبقى عندي هيبقى ايه مية ناقس تمانين يبقى 100 ناقص 80 على كم على 100 ناقص 80 100 ناقص 80 صح على 100 ناقص 70 يعني يبقى عندي عبارة عن 20 على 30 يعني 30 يعني عبارة عن الليكودي يبقى يساوي 66% ويبقى عندي الايه يساوي 33% بالنسبة للأنا جايبها دي طيب لازم اللي اتنين مع بعض يكملوا 100% يعني لازم الليكودي زايد ايه يساوي 100% طب هي الحقيقة القصة دي هتتضح من خلال اي اجزامبل نحله مع بعض زي ما نشوف في الاجزاء التالية